وقفة لعناصر ما سمي برابطة أصدقاء جمال خاجقشي شهدتها اليوم الساحة المقابلة للسفارة السعودية في باريس وندد المشاركون في هذه الوقفة بما أسموه بالظروف المؤلمة التي رفقت اغتيال الصحفي والتي تذكر حسب بيان الرابطة بضرورة مكافحة أعداء الديمقراطية وحرية التعبير وخلال هذه الوقفة وجه المشاركون رسائل متعددة لقادة العالم مطالبين بتحقيق العدالة ومتابعة التحقيقات المعمقة في وفاة الصحفي وتبيان الحقيقة كاملة ومعاقبة المتورطين في وفاته ومن يقف وراءهم وذكر المشاركون في هذه الوقفة بأن وقفات مشابهة تزامنت عبر عواصم العالم لتكون دليلا على أن الصحفية خجقشي أصبح رمزا لحرية التعبير وهذه تدخلة بعض الحاضرين وأعضاء رابطة أصدقاء خجقشي نحن الآن اليوم لسنا أمام ظلم نحن أمام جريمة بل نحن أمام الانسلاخ من الآدمية النظام السعودي أثبت مرة أخرى أنه نظام منسلخ تماما عن الآدمية وأن الاستبداد العربي يمكنه أن يذهب بعيدا ويتجاوز ما لا يمكن أن يتصوره العقل فنحن هنا اليوم لنندد بالاستبداد العربي والذي بلغ همجيته وتوحشه وخروجه عن الإنسانية فيما قامت به المملكة العربية السعودية في حق جمال خاشقجي وقبلها في حق ابناء اليمن وبنات اليمن والشعب اليمني الذي يقتل ويجوع ويهدد في حياته باسم هذا النظام هذا النظام الرجعي هذا النظام المتوحش هذا النظام الذي لا يعطي الإنسان أي قيمة أيضا نندد بالتواطع الغربي الدول الغربية التي تتواطع مع النظام السعودي الذي أثبت هذا اليوم بأنه نظام لا يستحق أن يعطى له أي احترام اتفاضة ضد هذه الأنظمة التي لا تعرف إلا التقتيل وتجويع شعوبها وهذا العملية الأخيرة دي القتل دي الأستاذ خاشنقي هي إلا نقطة أفضت الكأس الكأس الذي امتلأ من دماء دي الشعوب العربية ومن تقتيل دي الشعوب العربية وكننده الوحشية ديال بن سلمان وديال الأب ديالو وديال الأسرة المالكة ديالو وكننده كذلك كشعب عربي وكشعب حر بهذا العملية اللي قام بها بوحد البرودة وبوحد القلب حجري الحقيقة احنا جينا في الوقفة دي لأن عملية قتل الخشاشجي بهذا الأمر المريع بهذه الطريقة الحقيقة اللي صدمتنا جميعا كحقوقيين في العالم أرسلت لنا صرخة جديدة من صرخات حقوق الإنسان اللي بترنفه وزن نشطين الحقوقيين بتقولهم أنه هناك ديكتاتوريين بتخلصوا بكل طريقة وبكل شكل وهذه الطريقة الهمجية البربرية اللي تخلصوا منها من جمال الخشاشجي أحد النشاطين الحقوقيين فإحنا جينا النهاردة نوصل رسالة نقولهم أنه مهما هم عملوا مهما يستخدموا من وصائل بربرية ومن وسائل الإرهاب لإرهاب الحقوقيين إحنا سنظل على العهد أن احنا سندفع نحول إنسان في كل مكان وفي أي زمان سنوقف وقف الصمدة وسنكون من الشدة والقوة إن إحنا نمشي في طريقنا لا نتراجع عنه قيدة أنملا